عياكم الله ضروري انه نفتهم ونعرف كيف النظام الصحي يشتغل خصوصا في الدول الاوروبية وسويد خصوصا والنظام الصحي يريد نقارن ويه الدولة اللي انت ساكن بيها بداية عياكم الله وثانيا نكتب لي باي دولة انت ساكن على مود نشوف الفرق طبعا ثلج في شمال السويدان زين دكتور اريد نفتهم خصوصا احنا بالسويد اك واحد من السويد اذا تقرف واحد باي اوروبا اقاربك او صديقك سوي لتاك وكتب اسمه بالتعليق اسمعوني اخواني هنا النظام وريد اخليك شوف المنظر الجميل افضل ما شوفني لان الصورة العكس الضوء عليها ما يفي زين النظام بالسويد اخواني يتألف من التالي يعني شنو اقو المستشفيات واقو المستوصفات الصحية اذا الحالة مو طارئة المراجعة تكون بالمستوصفات الصحية طبعا اغلبيتنا احنا هنا في السويد نعاني من المراجعة في المستوصفات الصحية وحتى آني من الناس وعائلتي واضفة يعني المواعيد طويلة زين والشيء الثاني اذا حالة طارئة لازم تروح الى المستشفى حالة الطارئة حالة ردهات الطوارئ طبعا هنا الاسعافات موجودة واقع ارقام اللي هيتصلون بيها وتجيهم الاسعاف للبيت من اول اتصال يجاوبونك وهاتريدون تشوفون بعد اكثر خليني شوفكم ان شاء الله كلكم وردة وشوفكم اشياء هم حلوة تفيدكم في مقارنة المجتمعات السويدية بس قلوا للصوت واضح زين دكتور هذا الرقم 117 هنا بالسويد تتصل اذا الحالة مطارئة زين اذا الحالة مطارئة بينما واحد واحد اثنين زين الحال هذه للحالات طارئة كلكم وردة شنية صباح الخير زين دكتور فهمني قاني بالسويد او في اوروبا وده عاني من مشكلة المراجعة طبعا كتبوا لهم انتم في السويد او في اوروبا كتبوا للدول العربية مشاكل يعني هل هو تأخر او ما تحصل الى الشي اللي تريده انت زين الناس تطلع وتمشي وراح اطلع عنهم من بعد شوية شوفكم الثلج ان شاء الله هي اكو معانات واكو طبعا من تتصل على المسوسف الصحي تتحت شوية ممرضة وهي لتقرر انه تحتاج الى طبيب او لا زين فالحالة طارئة لا مو المسوسف صحي يعني صار علم بالصدر ضروري احنا نعلم الناس اذا صار علم بالصدر لازم انت تتصل يعني اكو حالات طارئة او مثلا لا سامح الله شك بالجلطة الدماغية لازم واحد يتصل بالاسحاف يعني هذا الوقت كلش مهم ويجون خطيئة اخواء العرب في السويد متاخرين على العلاج مو تسع انت بالسيارة وتروح انت لكيفك لا حالة الانم بالصدر والشك بالجلطة القلبية مثلا صار ضعف في ايد عضلات الايد او شوف هذا شقد عمبا ويطلع يتمشي شايب رجال شايب زين شوف الكرش ماتش كبرى هياكم والله ماكو كروش هنا زين المهم تتخلص من عندها بدورة سلامة قلبك تعطي هاي ضرورية طبعا بالمستشفيه الطوارئ الطوارئ الاكيوت في الدول الاوروبية تقسم المرضى الى حالات حارة يعني يجب ان يكون الطبيب في اول لحظات وصول المريض واكو حالات باردة ممكن انه تتأخر حتى يمكنه باتي الى ثاني يوم يلا يشوف الطبيب زين بس يبقى تحت المراقبة هاي فيه الطوارئ وكثير يعانون يعني وانم من الناس من حالة من اطفالي يعني رايح للطوارئ ويا اطفالي زين ساعات الانتظام ومملم في الطوارئ صح له غلطك واحد من السويد طبعا هنا في الدول الاوروبا الصحة مو مجانية لا مو مجانية انا ادفع ثلث الراتب مالتي وزوجتي تدفع ثلث الراتب مالتها اللي هو يسمونه ضريبة هاي الضريبة هاي الضريبة مثلا ثلث راحت لكأس الكاسة او الى الضريبة هاي الثلث من كل الموظفين الموجودين يعملون في هذه البلد ياخذون هذه الكمية مال الاموال ثلث هذه الاموال للصحة يعني هي مو مجانة كل واحد يعمل ده يأطي مال الى الدولة على مو وتبنى المستشفيات وتشترى الادوية ونساعد اللي ما يشتغل واللي ما يقدر يشتغل والشخص اللي اه معاق يعني ما يدفع هذا الشخص اللي بيشتغل لا هو يستلم من الصحة طبعا الصحة في اوروبا في السويد بسبب الكورونا تعرضت الى اه يعني هزات يعني هزة عمليات الباردة مثلا تغيير المفصل صمام القلب اه العمليات الباردة اللي ممكن تنتظر ازداد وقت الانتظار بيها ازداد يعني دكتور يعني المريض اذا راح يسوي مثلا صمام شقد يدفع تبديل صمام هنا بالسويد اذا يروح يبدل الصمام مالته ممكن تجي ما يقارب 20 دولار يدفعها 20 دولار سواء الصوت مزيد صوت واضح اخوان الصوت واضح ماذا حياكم الله فهذه الصحة هنا في بلد السويد اه طبعا هنا يدفع بالسنة ما يعادل 150 دولار اللي يروح يراجع الاطباء وراء 150 دولار اذا دفعها بالسنة بعد يكون مجاني والادوية شقد ما اه صعدت الاسعار يعني اول وقتهم مفد اه نظام اه اه لحد ما انه يقومون يخفضون السعر يعني من تشتري الادوية بفلوس تدفع فلوس بس اذا وصلت الى تسعة يعني ما يقارب تسعمية دولار بالسنة اعتقد زيان يقوم تدفع وراها نص السعر وهكذا جيد واضح انتم من اي بلد اخواني يا ريتنا تتعرف من استراليا اكو احد من استراليا سجوز لي لعدكم انتم دائما انا البث ماتي تعارضوا اهل استراليا اهل استراليا اقل المتابعين حياكم الله واهل مصر قاموا يصعدون بالمتابعة يعني قاموا ينافسون الاخوة السوريين في متابعة الدكتور ولي سرح اخواني نصيحتي للي ساكن في اوروبا طبعا هنا اه حرية اكو في اختيار المسوسف الصحي واختيار طبيبك طبيب العائلة اطلاقا ما اكو امر على انه انت تبقى ويا الطبيب اللي انت ويا هنا اكو قوانين يجهل المهاجرين خصوصا لما يعرفون سويدي او اوربي هنا حرية اكو حرية بنفس اليوم تقدر تغير المسوسف الصحي طبعا هنا شوفوها دي شيء الامرأة الكبيرة العمر هدها كلب صغير ويطلعون ويكلابهم يتمشون زين الشخص الحرية ياما يغير الطبيب بنفس المسوسف الصحي اذا كان ما اكو تناغم مع حالته ويقدر يغير المسوسف كله ويروح الى طبيب ثاني او مسوسف ثاني يقدر يروح الى اما الاخصائي يعني اذا طبيب العائلة قرر او احتاج الى انه استشارة طبيب الاختصاص مثلا انا طبيب القلب وشراين فيكتب ما يسمى بالاحالة واحنا بالاحالة تجيني الورقة قاني اللي كاتبها اه في في الاحالة اقراها وادرسها واشوف حالته واجاوب للطبيب مالتا اقول لها احنا راح نرسل للمريض او ونجيبه لنا للعيادة نرسل لها رسالة ونقول لها انت عندك موعد هنا يسمونا يعني شنو بالسويد يعني الضمان الصحي الضمان الصحي او الغارانتي اه ثلاثة شهر عنا وتلتقي باختصاص اخصائي يعني لازم المستشفى توفر خلال ثلاثة شهر طبيب اختصاص ويلتقي بالمريض اه اه ومن يلتقي بيه جوز يقرر يسوي لها قسطرة او يقرر يسوي لها عمليات تبديل شراين او صمامة اختصاص القلب وهذه الحالة يعني اجباريا على المستشفى يعني هذا قانون سويدي طبعا المريض ينتظر وينتظر 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 اذا صابت حالة موزينة لازم يروح للأكيوت اي للطوارئ اما اذا حالته مستقرة فممكن انه ينتظر الى شو هذا الطفل الى ان يتم البعث اه الى اه الاختصاص مالته هاي خلونا على زلاجة وسحبونا يصير اسهل زيان اخواني احنا نجهل بالسويد المرضى اغلبيتهم والقوانين بالطب هاي قوانين بيها وحقوق المريض بسبب جهلة للقانون يفقدها زيان اياكم بادي للورفنين اي نعم اعطيكم محاضرة ان شاء الله اخواني اكتب لي الموضوع اللي تحب احشيلك عالية على مود نحشيلكم عالية شنو الموضوع اللي تحبون على مود اشوف اكتبو لي هالمواضيع اللي تحبونها والسويد بلد بارد طبعا شفتون يعني نصر الدن يعني بالبيت ده في 20 درجة الحرارة بس بالخارج ناقص 20 ناقص 20 ولازم تتلفلف مثل دولية للطبع حياكم الله وان شاء الله نسألكم بات من برة واللي زيان اللي يريد يكتب لنا كلمة تهم ولن ينسي شارك اللي اخواني في اوروبا اللي يجهلون القوانين نعلمهم اياه خصوصا في السويدة انا اعرفها زيان اذا اقاربك صديقك حتى انتم في السويد تابعونا خليهم على علم ان شاء الله كتبولي تم وكلكم ورده وحياكم الله اي طبيب عائلة شوف هنا دكتور انا عايش في السويدة صال 12 سنة هس اسمع اكو دكتور عائلة ايه الفاميلي دكتور يسمونه طبيب العائلة مسؤول عليه كل طبيب مسؤول عليه اقل شي خمسة الى عشرة الاف عائلة اشخص عفوا مسؤول عليهم ولازم ورا العمر معين يبعث عليهم يسوي لهم تتشيك عام هميا اجباريا يعني لو حتى انتم تتصل يعني خصوصا 65 وفوق عمرهم لازم يسوي تتشيك لشريان الابهر في البطن اذا واحد ما مسوي لازم جوز ناسينا ورسالة ما جدي الى نوبات اكو اهمال وجود الهمال في كل العالم بس مو كلش عالي هنا زيان حياكم الله وكلكم مرده ويوم جميل لكم كلكم مرده تحبونا هاي